بكرة في الدوري أهلي والزمالك الأهلي هيكون مع الداخلية الزمالك هيكون مع أمبي وتأثير الماتش السوبر على الفرقتين خالد خلينا أسألك تأثير الإجابة أكيد موجود أكيد للأهلي أكيد تأثير الإجابة هيكون للزمالك برضو هنا سلاح ذو حدين أعتقد أنه الزمالك أكبر من أننا نقول أنه خسارة مباراة ممكن تهد الفرقة طولة مش مباراة تمام بس في النهاية هي مباراة في نص موسم في بداية موسم توبي أكريت يعني هي في بداية موسم إحنا لعبين مطشين بس مش أكتر في الدوري الحادة دلوقتي الأهلي لعب مطشين والزمالك لعب مطشين وبانتظار المباراة المباراتين اللي هتقامها بكرة يعني الزمالك والأهلي ما بينطبقش عليهم المعايير بتاعة كل الأندية أو كل العيبات مع احترامك كامل طبعا لكل الأندية ولكن الأهلي والزمالك فرقين شوية في الحتة بتاعة الكاركتر بتاعة الشخصية مش مطش ومش بطولة ومش حاجة اللي ممكن توقع على الموضوع ده يعني الأهلي كان من المتوقع إن هو هيكون الحلقة الأضعف في مباراة السوبر عشان خسران دوري وخسران كاس وخسران أفريقيا خسران كتير جدا واللعبات بتاعته موجهدة واللعبات بتاعته نفسيا بس هو نزل في السوبر هو الحلقة الأقوى بمساعدة فريرا بالخطة الوحشة اللي عملها ومساعدة كولار بالخطة العظيمة اللي عملها والتوظيف الرائع اللي عملوا اللاعبين والمجهود البدني اللي عملوا اللاعبين في أرض الملعب كان شخصيته أقوى هل زمالك يتأثر الأهلي طبعا هيتأثر إيجابيا بأنه خد دفعة في مباراة السوبر هتخليه يكمل شوية لحد ما نشوف الأمور ووصلة لحد فين إلزا مالك هيتأثر ولا لأ ده سلاح ذو حدين ليه سلاح ذو حدين اللعيبة الصغيرة ممكن تتأثر زي متيب مثلا زي سيف جعفر زي أسامة نبيه ممكن يحصل لهم ستيب باك شوية اللعيبة الكبيرة اللي منهم المفروض إمام عشور اللي هيغيب عن مباراة بكرة بعد ما طلع من القيمة أنا إمام متدايق منه جدا لأن إمام كواليتي العيب عالمي متدايق منه لأن هو مضيع دماغه في أمور غير الكرة مش وقتها إمام بيبدأ وبينطلق انطلاق عظيمة جدا لو ساب الأمور المحيطة استبعاده ده شايفه صح ولا غلط طيب صحي في نوص أنا موافق عليه جدا لأنه يعني وهل جمهير الزمالك هتشوفها صح ولا غلط طب أنا هسألك سؤال جمهير الزمالك هتشوفها صح ولا غلط لو حصل حاجة بكرة الجمهور هو مش منطق إنه يحصل حاجة بكرة بس إمام لو حصل حاجة لو حصل حاجة هو في الأول وفي الآخر زي ما كنت بقول في كل المرات اللي بطلع أتكلم عليها عن الكرة هي الكرة في المقام الأول هو رهان الإدارة الفنية للمباريات هي رهان الرهان لو كسب المدرب هيبقى أعظم حاجة في الدنيا الرهان لو خسر المدرب هيبقى أوحش حاجة في الدنيا لو حصل حاجة بكرة الناس هتصب غضبها على فريرا بعد العكة بتاع مطش السوبر سوري في الكلمة بعد التوظيف الخاطئ لللاعبين في الملعب بتاع مباراة السوبر وإخراج إمام عشور من السكوات بتاع بكرة لو حصلت آه ده بيعلموا الأدب ده مش بيعلموا الأدب طبعا يعني قصدي بيعلموا الرولز والقواعد اللي فريرا حاطتها في الملعب الفرق أو رولز مالك كنادي كبير يعني بس ضبط كده فالناس هتقول برافو فريرا لو حصل حاجة الناس هتقول يا فريرا هو ده وقت وحنا لسه خسرين بطولة وهتعم فهو رهان في الأول وفي الآخر هي كرة القدم أساسا عبارة عن ريسكات بتاخد ريسكي يبينجح يبينفشل نجحت انت تمام فشلت